موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذه الحلقة من برنامج مقاصب التي نبحث فيها موضوع التدرج في تطبيق الشريعة ما أهمية تطبيق الشريعة في حياة المسلمين وماذا يعني التدرج في إنفاذ أحكامها وأي مجالات يطولها التدرج هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي الأستاذ سامي الساعدي عضو مجلس الأمناء بهيئة علماء ليبيا أهلا ومرحبا بكم أستاذ سامي أستاذنا لو نبدأ بالحديث كمدخل إلى الحلقة لو تحدثنا عن أهمية من حيث المبدأ أهمية تطبيق الشريعة في حياة المسلمين ما الأهمية التي تحويها هذه القضية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فهذا السؤال أستاذ جهاد هو أمر أشعر أنه بدهي واضح يعني كل مسلم يعلم أهمية أن يطيع الله سبحانه وتعالى وهنا لابد أن نذكر بنقطة يمتاز بها المنهج الإسلامي أو الشريعة الإسلامية أو الأوامر الإلهية عن غيرها يعني نحن كمسلمين لا نغفل عن الأمر الأخروي يعني هذه الشريعة جاءت لمصلحة العباد في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة فالأصل أن المسلم يعتقد أن هذه الدنيا دار ممر يعني ودار عبور وليست محل إقامة دائمة يعني فعينه على الدار الآخرة اللي الله عز وجل قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أي الحياة الحقيقية الدائمة الباقية ويعني الله عز وجل عندما يسأل الكفار والذين لم يؤمنوا بهذا الدين كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاد الدين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وهذه الدنيا يعني في جنب الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع أو بما ترجع يعني ليست هناك نسبة في الحقيقة بينهما ومع هذا فهذه الشريعة السمحة الغراء إذا عمل بها المسلمون سعدوا في الدارين وهذا التاريخ شاهد على ذلك الآن الأمة فيتيه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى يعني كلما طلبوا الهناء والأمن والاستقرار من غير بابه وفي غير طاعة الله سبحانه وتعالى كلما ابتعدوا كالمسافر في الصحراء ينظر إلى السراب يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا يتراء لهم بريق من منهج غربي أو منهج مناقض لهذه الشريعة يظنون الخير فيه فيسعون إليه وإذا بهم يزدادون بعدا وتيها وتفككا وضياعا ثم يقولون ها هم غير المسلمين مستريحون لا نريد أن نناقش هل هم مستريحون هل هم يعني على فرض أنهم مستريحون أنت كمسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قد عقدت عقدا مع الله تبارك وتعالى فإن وفيت وفى الله لك يعني كما نقول بما أن فوزك أعظم من فوز الآخر فالشروط أيضا التي عليك أكثر من الشروط على الآخر يعني أنت قلت أنا آمنت أنا من أتباعي هذا الدين الله عز وجل طلب منك أمورا وقال لك إن أتيت بها سعدت في الدنيا والآخرة مكنت انتصرت ضفرت تقدمت استرحت يعني بنيت بلادك وأرضك وديار المسلمين ونجوت في الآخرة الله عز وجل قال وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم يعني باختصار يعني تطبيق الشريعة وطبعا عندما نقول تطبيق الشريعة يعني هو الحقيقة معناها أعم من مسألة الحكم يعني ليس المخاطب بتطبيق الشريعة فقط الحكام نعم هنا لو أذنت لي أستاذ السامي يعني هنا ما كنت أريد أن أستدك وأسألك عنه لكن قبل ذلك قلت جنابك بأن هذه من المساء البدهية لكن هذه البدهية الآن مختلف عليها وربما من هذا الاختلاف نشأت الحاجة إلى طرق موضوع التدرج في تطبيق الشريعة أريد أن أسألك عن معنى تطبيق الشريعة هل تطبيق الشريعة حكر أو قصر على تطبيق العبادات والأحكام والمعتقدات عند الأفراد أم أنها يجب أن تكون في المجتمع من قبل السلطان من قبل الحاكم يعني المعنى هنا معنى تطبيق الشريعة آه هو شامل كما بدأت في حديثي الآن قلت يعني ليس الحكام فقط المخاطبين بتطبيق الشريعة كل من اعتبر نفسه مسلما وقال أنا مسلم هو مطالب بالعمل بأحكام الله عز وجل حسب القدرة والاستطاعة يعني فسواء كان حاكما وزيرا قاضيا رب أسرة تاجرا موظفا عاملا طالبا صغيرا كبيرا رجلا امرأة يعني الله عز وجل عندما يقول يا أيها الذين آمنوا هذا شامل لكل من شهد شهادة التوحيد هل يجب عليه بذل وسع في تطبيق الأحكام حتى على المستوى الشخصي والعائلي يعني هل ينبغي أن يستفرغ كل جهده من أجل تطبيق ما استطاع إلى ذلك سبيل طبعا يا الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا عموم الآن ولكن الدوائر تختلف هناك دائرة للحاكم رئيس الدولة راع ومسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم فصل والإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها وهكذا يعني فالأب مسؤول عن أولاده عليه أن يبدل وسعه في كما يبدل وسعه في توفير مستلزمات العيش ولقمة العيش والمسكن والوظيفة وغير ذلك هو مسؤول عن إنقاذه إذا ما جهل أفراد المسلمين أحكام الشريعة التي ينبغي عليهم مجوباً تطبيقها في معاشهم وحياتهم اليومية إلى آخره هل يؤخذون بجهلهم في هذا الأمر أم لا يؤخذون لأنهم جهلوا هذه الأحكام طبعاً هذا فيه تفصيل والذي يعبر عنه علماء عندما يقولون التمكن من العلم مثلاً إنسان يستطيع أن يسأل عن أحكام دينه يقول أنا مسلم ومتاح له أن يتعلم أحكام دينه ليس بالضرورة أن يصبح فقيهاً أو مفتياً أو عالماً لكن عندما تواجهه مسألة أو نازلة أو يريد أن يقيم معاملة وفي نفسه شك منها لا يحل له أن يقدم عليها حتى يعلم الحكم الشريعة هذا إجماع لا يحل لرجل أن يقدم على أمر حتى على حكم الله فيه فإن عرف أنه حرام سأل أهل الذكر أهل العلم أو تعلم أو وصله هذا العلم فيحرم عليه الإقدام عليه فإن عرف إباحته أقدم عليه فهناك إنسان يعدر بهذا الجهل ليس هناك تمكن من العلم بالنسبة إليه ويمثل له العلماء مثلاً بحديث العهد بالإسلام هناك أمور الآن نحن كمسلمين بديهية حتى عوام مسلمين يعرفون أن الخمر حرام والزنا حرام حتى في ظل انتشار وسائل التعلم والسرق حرام لكن حديث العهد بالإسلام هو الآن دخل في الإسلام قد يجهل حرمة الخمر أو الربا أو قد يجهل ذلك وربما نأتي نحن عند كلامنا على التدرج أن التدرج يعني أنواع أيضاً فيتساهل في حديث العهد بالإسلام ما لا يتساهل في غيره ما مفهوم التدرج هنا التدرج في تطبيق الشريعة لو وضحت لنا هذا المفهوم أستاذ التدرج طبعاً نرجع إلى اللفظة هي مشتقة من مادة درجة الدال والراء والجيم وبجولة في المعاجم اللغوية نصل إلى أن هذه المادة تدور حول المضي والمرور والمشي يعني يقولون درجة الصبي يدرج مشى يعني ثم مشيت الصبي بطيئة وتقول العرب درجة المريض درجة المريض أو العليل بمعنى المريض عندما تعاف نفسه الطعام ويعني لا يقبل عليه فالممرض أو من يتعاهده يطعمه لقمة لقمة وشيئاً فشيئاً حتى تستمرئ نفسه هذا الطعام يقال درجة العليل أي أطعمته لقمة لقمة وشيئاً فشيئاً وهكذا وأيضاً في معنى درجة اللغوي مما نفهمه من المعاجم اللغوي فيها معنى الارتقاء يعني ولهذا الدرجة بمعنى المنزلة العالية يعني أو المنزلة الرفيعة والجنة درجات يقال الجنة درجات والنار دركات فهي تدور حول هذه المعاني المشي وشيئاً فشيئاً وليس دفعة واحدة وفيها معنى الرقي والارتفاع نعم فعندما نستعير أو نقتبس هذه المادة اللغوية هذه اللفظة لما نحن بصدده نفهم أن معنى ذلك أننا نصل إلى مقصود الشارع بأحسن الطرق إليه قد تكون الطريق فيها طول ولكنها يعني تؤدي تنتج مقصود الشارع مثلاً إنسان إنسان إذا دخل في الإسلام الآن أو كان جاهلاً أو عاصياً منغمس في المعاصي والآن تاب ولا يعرف أكثر أحكام الشريعة لا يعرفها هناك إنسان داعي أو عالم مثلاً عنده حكمة التدرج لا يلقي إليه الأوامر الشرعية دفعة واحدة قد ينفر قد يعود إلى مكان عليه وكذلك حديث العهد بالإسلام دخل الآن في الإسلام مرأة نقول له عليك الصلاة والزكاة والصوم وقبل أن ترد والحجاب وطاعة الوالدين وطاعة الزوج والإمث يعني يعني الأوامر وترك كذا وترك المحرم الفلاني في نفس جلسة إسلام قد ترجع إلى إلى ما كانت عليه من دين لغير الإسلام وهذا كما جاءت الشريعة في بداية أمرها يعني نزلت الأحكام الشرعية شيئاً فشيئاً كما هو معلوم يعني الخمر حرمت على مراحل والكثير من الأحكام لم تأتي إلا بعد الهجرة إلى المدينة هذا نعم هذا في أول الإسلام والآن اكتمل الدين ولكن العلماء يقتدون ويأخذون معنى التدرج هذا ومفهومه ويستفيدون منه في أسلوب دعوتهم للكافر عندما يدعونه إلى الإسلام وللعاصي عندما يعني يهتدي ويتوب وهذا كلام أيضاً للعلماء من الشاطبي وابن تيمية ربما نأتي عليه هنا أخذتني سريعاً إلى سؤالك عن يعني متى تنشأ الحاجة إلى لجوء إلى التدرج في تطبيق الشريعات الإسلامية دواعي التدرج هذا وهنا يعني ربما آتيك بعد ذلك بشيء من التصليل عن هذا الموضوع لكن ما هي دواعي التدرج في تطبيق الشريعة؟ يعني إحدى أهم الدواعي هي يعني نفرة الناس من الأحكام الشرعية أو مثلاً مجتمع معين كثر فيه التمرد على الأحكام الشرعية واستمرأ الناس يعني مخالفة الأحكام الشرعية ومعارضتها والتملص منها فإذا جاءهم العالم أو الداعية أو حتى الحاكم أحياناً بدون ترغيب وبدون تلطف في الدعوة وأراد أن يحملهم على أحكام الشريعة جملة ربما تركوها جملة وهنا يحضرني موقف عمر بن عبد العزيز وهذا يستدل به العلماء كثيراً في مسألة التدرج يعني عندما جاءه ولده عبد الملك وكان عبد الملك من ولداً صالحاً وكان صاحب غيره ورأى مخالفات بني أمية ومن حولهم ومخالفات كثير من الناس وهذا في المئة الأولى للهجرة سنة مئة عمر بن عبد العزيز كان خليفة من سنة تسعة وتسعين إلى سنة مئة وواحد يعني سنتين وأشهر وأربعة أشهر نعم فقال له ولده عبد الملك يعني لماذا لا نغير هذه المنكرات والله لا أبالي لو غلت بي وبك القدور في سبيل الله فقال له يعني بعد أن أثنى عليه قال له إني أعالج أمراً لا يعين عليه إلا الله فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعرابي ومما نقل في روايات هذه القصة أنه قال له إني أخاف أن أحملهم على هذا الأمر جملة فيتركوه جملة وذكر له أنه ما يدعوهم إلى شيء من أمر الدين إلا أظهر لهم شيء من أمر الدنيا يعني في مقابله حتى لا ينفروا وهذه القصة في مجملها استدل بها كثير من العلماء في القديم والحديث على أن يعني العالم أو الأمير الحاكم يعني أحياناً يلجأ إلى هذا التدرج من أجل التلطف مع الناس في دعوتهم إلى على سيرة استدلة بها العلماء قبل أن نذهب إلى الفصل أريد أن أسألك في هذا السياق ذاته هل قضية التدرج في تطبيق الشريعة هي قضية نصية بمعنى أنها جاءت نصوص قطعية في الدلالة والثبوت دلت على جواز التدرج في تطبيق الشريعة أم أن هذه قضية اجتهادية لا هي جاءت نصوص يعني استعمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب التدرج يعني هناك مجموعة من الأحاديث مثلاً حديث الرجل الذي أسلم على واشترط أن لا يصلي في اليوم إلا صلاتين نعم فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبوّب عليه ابن تيمية الجد جد شيخ الإسلام أبو العباس مجد الدين بوّب عليه في منتق الأخبار قال باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد يعني مع أن هذا شرط فاسد وكذلك يعني التقيف عندما بايعوا على أن لا يتصدقوا وأن يدخلوا الإسلام على أن لا يتصدقوا ولا يجاهدوا فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال سيتصدقون ويجاهدون وقال العلماء ابن رجب الحنبل في فتح الباري قال إنهم يعني بعد ذلك يرغبون في أحكام الإسلام وشيئاً فشيئاً يعني قبل منهم ذلك مع أنه يعني إذا غفلنا عن مسألة التدرج نقول هذا حكم شرعي وأمر واجب يجب أن لا نقبل منهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك منهم تألفاً لهم على الإسلام وهذا يعني اقتبس من علماء واستنبط منه العلماء يعني ذلك مثلاً الآن بين يدي كلام بن تيمية يقول يعني فإذا وجد من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما يعني بمعنى من يقوم بهذا كان بيانه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شيئاً فشيئاً بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئاً فشيئاً يعني لا يأتي أحد يقول لنا لا ذاك في التدرج التشريعي بعض الناس يقول التدرج التشريعي والتدرج التنفيذي يعني ربما تقسيم استلاحي لكن العلماء يعني اقتبسوا أو اقتدوا أو استناروا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو استلهموا منه مسألة التدرج يعني كونه يقبل من هذا لأنه حديث عهد بالإسلام يعني يقبل منه يعني أنه لا يريد أن يأتي بالصلوات كلها لكن لو أذنت لي يعني طبعاً أستاذ أسامي هذا سنبحثه أيضاً مسألة تقرير التدرج من عدمه ربما بعد الفاصل ولكن قبل أن نذهب إلى الفاصل يعني قضية التدرج في تطبيق أحكام الشرعي إذن قضية استنتاجية قضية اجتهادية ليست مبنية على نصوص ثابتة هل أفهم منك هذا؟ لا هي نصوص لكن يعني ليست قولية بمعنى ليست نصية بمعنى تدرج تقريرية استنتاجية لا يعني أنت تستنبط منها وربما تكون في حالة أو في مجتمع أو في مكان أو في زمان ترى أن التدرج هو الذي يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية نعم يعني هذا الأمر نريد أن نناقشه بشيء من التوسع لكن لو أذنت لي بعد قليل نتابع الحديث بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله وهذه عودة لاستئناف الحديث في موضوع التدرج في تطبيق الشريعة والحديث دائما مع الأستاذ سامي الساعدي عضو مجلس الأمناء بهيئة علماء ليبيا أجدد الترحيب بكم أستاذ سامي أهلا هل الأسطف الأمر في التعامل مع قضايا الشريعة وتطبيق الشريعة هل الأسطف الأمر تطبيق الشريعة جملة واحدة دفعة واحدة أم أن التدرج هو السياق الطبيعي والشرعي الأصل أن الله عز وجل قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الأصل أن الأحكام التي استقرت وأصبحت أحكاما شرعية محكمة الأصل فيها أنها واجبة النفاذ الآن كما يقول القانونيون أصحاب القانون هذا حكم واجب النفاذ إذا حكمت بالمحكمة الابتدائية ثم محكمة الاستئناف ثم أقر من المحكمة العلية خلاص ومر على درجات التقاضي وإجراءات التنفيذ وغيرها المعروفة يقولون هذا حكم واجب النفاذ فالحكم الشرعي عند بلوغه للمكلف واجب النفاذ مع الاستطاع والمانع والعجز أحيانا يكون علميا وهذا سيأتينا في مسألة التبليغ حتى التبليغ فيه تدرج بعض الناس يقولك ما فيش تدرج في أحكام العقيدة يجب أن تبلغ الناس العقيدة كما هي وهذا على إطلاقه ليس صحيحا إذا كان عقل المخاطب لا يستوعب ما تريد أن تقوله لابد أن تتدرج ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لمعاد أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله الحديد في الصحيحة المعروف قال قلت الله ورسوله أعلم فقال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا هذه مسألة عقدية أن من قال لا إله إلا الله يعني من وحد الله سبحانه وتعالى لا يعذبه الله هذه مسألة عقدية يعني لكن إذا كان الناس يفهمون منها ترك العمل لا تخبرهم بها حتى تستوعب عقولهم ذلك وهنا لا بد أن نشير إلى نقطة مهمة أستاذ جهاد يعني عندما نقول التدرج يعني هناك درجات يعني هناك خطوات يعني أما إنسان يرفع لافتة التدرج وهو لا يقوم بأي خطوات لتعليم الناس لوعيهم لإزالة الموانع من طاعة الله سبحانه وتعالى هذا ليس صادقا في التدرج لكن هناك من يقول يعني أستاذ سامي يعني بعد نزول الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نامتي ورضيت لكم الإسلام مدينة يعني كم إلى الإسلام وجاء مكتملا ثم بعد ذلك يعني يقول الله سبحانه وتعالى في موضع آخر واحذر أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك واحذرهم أن يفتنوك ثم يعني في الآية نفسها في البداية يعني يقول الله سبحانه وتعالى وحكم بما أنزل الله يعني هذا هنا والما من وحكم بينهم بما أنزل الله يعني هذه الما هنا للعموم تفيد العموم ألا يدل هذا على عدم جواز التطبيق كما يقول كثير من العلماء على عدم جواز التدرج لأن هنا ما تفيد العموم أنك يجب أن تحكم بكل ما أنزل الله بكل ما أتى به من نواهي وأوامر بارك الله فيك هذه نقطة مهمة أستاذ جهاد الآن عندما نقول التدرج ونناقشه الآن في هذا الحوار نحن لا نأتي بجديد يعني هو داخل ضمن الأحكام الشرعية وضمن قواعد الشريعة لم نأتي بشيء جديد يعني الآن الله عز وجل أمر بأوامر ونهى عن نواهي ولكن هذه الأوامر منوطة بالقدرة والأحكام الشرعية إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على فساد إضاعتها نقيمها لكن إذا كان هذا الأمر الشرعي الله عز وجل مثلا في باب الأمر بنعروف هذا من أوضح الأمثلة الله عز وجل قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أمر للوجوب لكن في كثير من الأحيان تغيير المنكر باليد يؤدي إلى فساد آخر أعظم من هذا المنكر أحيانا يكون فهنا يصبح الأمر بالمعروف محرما أو تغيير آسف تغيير المنكر باليد محرما لأنه الشريعة لا تأتي بإزالة فساد ليأتي ما هو أفسد منه وهذا ليس بعض الناس يظنه كلام دعاة معاصرين يعني ربما يشك أنهم يريدون أن يتملصوا من التكاليف أو يميعوا مثلا التكاليف لهذا كلام فقهاء أقدمين يعني كلام غير يعني والحادثة المشهورة عندما أراد بعض تلامذة ابن تيمية أن يغير المنكر على بعض جند التتار وهم يشربون الخمر فقال له أتركهم يعني لأنهم إذا صحوا يعني اعتدوا على الأعراض وقتلوا الأنفس يعني شربهم للخمر وبقاؤهم سكارة في مكانهم هذا يعني فساد ولكن إذا أنت استفززتهم وليس عندك قدرة على حماية الأنفس والأعراض من بطشهم ومن اعتداءاتهم ومن طغيانهم أتركهم طبعا من الذي يقرر يعني هنا التدرج وحصول دفع المفسدة الأكبر بمفسدة أصغر يعني من الذي يقرر هذه المسألة طبعا أهل العلم عندما نقول أهل العلم هذه مسألة مهمة جدا خاصة عندما نأتي في جوانب في دوائر واسعة لا بد أن يكون من يريد أن يصل إلى نتيجة صحيحة في هذا الباب أن يكون مطلعا على الواقع إنسان لم يطلع على الشأن السياسي مثلا في بلده لا يفقه شيئا في السياسة وهو فقيه في كتب الفقه والحديث والأصول واللغة لا يستطيع أن يفصل في مسألة فيها مصالح ومفاسد تتعلق بالجانب السياسي وربما ذكرنا نحن المرة الماضية قضية يعني وقلنا أن يعني فكرة المجامع الفقهية مثلا عندما تناقش مسألة في الطب يحضر الأطباء يدلون بكلامهم ويقدمون أوراقهم بحثية أو تقاريرهم على النازل المراد يعني الوصول إلى حكم الشرعي فيها لا يتكلم فيها الفقيه وحده وإلا سيخطي كذلك الأمور السياسة نفس الشيء يعني إنسان لا يعرف شيئا في الشأن السياسي ويريد أن يقارن بين المصالح وأنه هو لم يطلع أصلا حتى يوازن يعني فلابد من العلم بالشرع والعلم بالواقع وهما ركناء الفتوى والحكم بالحق كما يقول أهل العلم يعني هل إنفاذ أحكام الشريعة يعني رهن بالقدرة والاستطاعة هنا؟ طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإلا من أكره هذه موانع والعجز أحيانا يكون علميا وهو الجهل أو التأويل يعني هذا مانع يعني فالعالم الآن أو الداعية أو المصلح يجب عليه تعليم الناس ويجب عليه الأمر بالمعروف والنصح ولكن أحيانا لا يجب عليه يعني وهذا يعني لا التدرج لا نستطيع أن نقول إنه قاعدة ثابتة مضطردة ونلزم به كل الآن كل واحد نقول لا لا بد لا مقيم نعم كل الأصل هو تطبيق الحكم الشرعي لكن أنا في هذا الواقع في هذا المجتمع في هذا الوقت في هذه الحادثة في هذا الموقف يعني أرى أن هذا الأمر بالمعروف أو أرى أن تطبيق هذا الحكم قد يؤدي إلى فساد يزيد على إضاعة هذا الحكم أو هذا الأمر فمسألة الموازنات لها اعتبار كبير جدا في هذا الباب لكن من خلال الأمثلة التي سقطها أستاذ سامي خلال في أثناء هذه الحلقة لاحظت أن كلها مرتبطة بتأليف القلوب بمن كان حديثة عهدا بإسلام بمرحلة الجاهلية في صدر الإسلام إلى آخره هل هذا تدرج يصح بعد الهجرة وبعد تمكن الإسلام وذيوع يعني الآن تتحدث عن هذه المشكلة عن قضية التدرج في تطبيق الشريعة في وسط عالم إسلامي مليار ونصف مليار مسلم الآن مثلا القاتل عمدا عدوانا ما حكمه في الإسلام القتل القصاص طيب قتل ذو النورين ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشر المبشرين بالجنة قتل ظلما وعدوانا لا شك في ذلك وهو فوق الثمانين ويقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وصبر وذهب إلى الجنة وعرف كثير من القتل وبوع علي رضي الله عنه خليفة للمسلمين وهو خليفة حق وبيعته شرعية لا شك فيها لم يقم القصاص على هؤلاء القتل وهذا أحد أهم أسباب الخلاف بل ربما هو السبب الأوحد أو الرئيسي بينه وبين معاوية رضي الله عنهما جميعا معاوية يعتبر وليا وليا دم لعثمان وطالب بالقصاص وهو مطلب شرعي وهو الأصل لكن عليا رأى أن تطبيق القصاص الآن سيؤدي إلى مفاسد أكبر لأن الأمة منقسمة وسيفر هؤلاء إلى المعسكر الآخر ويثيرون الشغب ويزيد الانقسام فرأى أن الأولوية هي جمع كلمة المسلمين على إمام واحد أو خليفة واحد أو حاكم واحد معاوية تمسك بالأصل ورأى أنه لا يبايع حتى يقام القصاص على قتلة عثمان وبعضهم في عسكر علي موجودون في عسكر علي فحصل هذا الانقسام وأهل السنة مجمعون على أن الحق كان مع علي رضي الله عنه وهذا الآن دليل ليس فقط في مسألة فردية تربوية تتعلق بالعبادة أو بحكم فردي هذه مسألة تمثل أمة هل هذا يستدل بها على التدرج؟ لأن الإسلام كان مطبق بالجملة وبالكلية لكن هو فقط حكم شرع أخرت تحقيق حكم للمصطحة ولم يتدرج في تطبيق الأحكام هل هذا يستدل به على التدرج؟ هذا نربطه بما قلنا قبل قليل أستاذ جهاد نحن لا نقول أنه يجب التدرج كل من يريد أن يطبق حكم يقول لا يجب التدرج لا لابد أن ننظر في الواقع أو في الحالة التي فيها هذا الممكن أو هذا الحاكم أو هذا القاضي يعني فإن أقنعنا أن إقامة هذا الحكم سيؤدي إلى فساد أعظم من ضياع إقامته فهو محق في التدرج لكن أحيانا هذا ليس موجودا أحيانا هو لا ورغبة في رغبة أحيانا في إفساد أخلاق الناس يشرع ويقنن لبيع الخمور في بلده ما الحجة في ذلك؟ لماذا تقنن بيع الخمور؟ أقنعني أن هذا يعني منع يعني بيع الخمور في بلدك سيؤدي إلى مفسدة أعظم من مفسدة الخمر هذا أنا أرى غير مقنع يعني ليس له علاقة بمصالح كبرى حتى للمجتمع الدولي أو يتقاطع مع المجتمع الدولي الآن السعودية خلينا ما يحصل لكن بالقانون الخمر محرم ممنوع بالقانون يعني وهذا لم يؤثر على السعودية كدولة لكن كدولة عاشت ردحا طويلا من الزمن علمانية بعيدة عن قيام الإسلام وما زالت مثلا تبيح بيع الخمور هل في ذلك يسمى تدرجا هذا في المسألة؟ يعني ما زالت تبيح بيع الخمور في الشوارع لأنه ربما مثلا يكون حضر بيع الخمور قد يترتب عليه تظاهرات وفساد إذا سيترتب عليه انقلاب أو فوضى عارمة أو كذا قد يكون هذا عذرا يعني يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن إذا كان هو مجرد يعني احتجاجات طيب أستاذ هذا كلام يعني لا تصل إلى هذه المفسدة لأن لا ننسى أن مفسدة الخمر يعني هي إطلاف للعقول مفسدة كبيرة الخمر أم الخبائط لا نستهين بها ليس مسألة يعني تجارية بسيطة يعني طبعا نحن لا نحصر الحديثة بالخمر هنا كمثال نعم ضربنا مثالا لكن أستاذ ثامي هذا الكلام صراحة يعني مهم جدا من الذي يحدد يعني سواء سيكون بسبب حضر بيع الخمر انقلاب أو احتجاجات يعني هنا المسألة فيها ليونة فيها يعني مطاطة كثيرا قد يفسرها الحاكم على أنها ربما يحصل انقلاب ربما يحصل يعني انقسام في المجتمع فلا ينبغي فبالتالي يعني يحكم بما يوافق هواه ولا يحكم بما يوافق الشريعة كيف هنا الضابط إلى التدريب والله يا أخي الكريم الآن قرائن الأحوال مهمة يعني قرائن الأحوال مهمة نجد أحيانا حكومات هي تحارب دعوة الإسلام تحارب العلماء تضيق عليهم وتوالي أعداء الله سبحانه وتعالى فكل يعني كل حكومة أو وضع أو نظام قرائنه تدل عليه هناك دولة يعني تبيح الخمور أحيانا لكن واضح من السياسة العامة للدولة أنها تتدرج وجئنا لموضوعنا تتدرج وحيانا ببطء نحو مقاصد الإسلام ربما الخمر يبقى عقودا في بلدها لا تستطيع أن تمنعه لأنه إذا منعته ربما يحصل هذا الفساد العظيم وهذا الهرج الكبير فهذا يعني طيب هذه نقطة الآن مثلا أستاذ جهاد كثير من مدمنين مخدرات مخدرات محرمة لا يستطيع الطبيب أن يمنعه دفعة واحدة عن مخدرات هذا معروف يعني في علاج الحالات يعني يطبقون التدرج يعني يقللون له الجوع مثلا لا يستطيع أن يمنعه عنه دفعة واحدة ربما يموت هل نوجب عليه ذلك؟ لا نوجب عليه أستاذنا ذكرت نقطة حقيقة محورية ومهمة جدا عندما تحدثت أو أشرت إلى قضية المقاصد طيب هنا ربما قد يسأل السائل إذا ما تحققت المقاصد الحاكم وصل إلى مقاصد الشريعة من نشر العدل ونشر الأمان ونشر الاستقامة في المجتمع من دون تطبيق الشريعة هل هذا يصح؟ لم أفهم السؤال يعني مثلا أنت تحدثت عن أنه يتدرج إذا درستنا حال المجتمع هذا المجتمع المسلم الذي لا يحضر بيع الخمر أو لا يمنع بعض المنكرات بسبب قراءة واقعه بأنه يتدرج في تطبيق الشريعة مراعاة للمقاصد طيب إذا تحققت هذه المقاصد من دون الحاجة إلى تطبيق أحكام الشريعة أو الشريعة بالكلية يعني هل هذا يصح؟ هل هذا يكفي؟ نعم طبعا لا إذا كان هذا الحاكم يقول أنا مسلم ونراه يصلي معنا ويصلي الجمعة ويحج ويعتمر يعلن أنه مسلم كيف يسمح ببقى هذا المنكر مع قدرته على تغييره؟ سنتهي لمفهوم القدرة طبعا أن فيه لبس سنتكلم الآن عن مفهوم القدرة حبذا لو تعرج عليه لكن ما علية المقاصد هنا؟ المقاصد ما مكانتها في هذا الموضوع؟ أهميتها ليست يعني علة بذاتها المقاصد للتدرج في تطبيق الحكام الشريعة؟ يعني من مقاصد الشرع الكلية المحافظة على عقول الناس أليس كذلك؟ طيب كيف نحافظ على عقول الناس ونحن ننشر في أسواقهم ما يتلف العقل؟ كيف يعني أنا عشت في بلاد الغرب ورأيت يعني الشباب المخمور مثلا أو حتى الكبار ما يحصل منهم يعني لا يمكنه ضبطه لا يمكنه ضبطه يعني أحيانا مشاجرات تفضي إلى القتل بسبب ما أكثر الحالات؟ حالات القتل والإعاقات الدائلة حوادث السيارات والحوادث وكذا بسبب الخامر يعني إذن هذا لم يعني يقول أنا حفظ على مقاصد الشريعة ووفرتها مع أني أبيح بيع الخمور مثلا أو أبيح ترخيص دور الدعارة مثلا هذا لم يحقق مقاصد الشريعة قد يقول لنا أنا في الطريق أنا متدرج في الطريق ويقوم بخطوات طبعا الموضوع الدستوري مهم جدا خطوة ركيزة أساس في هذا الموضوع يعني موضوع الدستور الذي يجعل الشريعة الإسلامية مصدر القوانين هذه معركة كبيرة يعني يعني إذا تحققت يسهل ما بعدها يعني بعد ذلك لما يصدر قرار من وزير وزير الاقتصاد مثلا يصدر قرارا باستيراد الخمور مثلا يستطيع أي مواطن يرفع دعوة مستندا إلى أن الشريعة الإسلامية ويبطل هذا القرار طيب مفروض هكذا هنا أخذتنا مباشرة إلى موضوع القدرة يعني لو نحرر مفهوم القدرة وارتباط القدرة بتطبيق الشريعة أو التدرج في هذا التطبيق ماذا تعني القدرة هنا والاستطاع القدرة طبعا بعض الناس يفهمها بأنه يستطيع الآن أن يقيم هذا الحكم وليحصل بعده ما يحصل وهذا خطأ يعني الآن أنا أستطيع أن أغير هذا المنكر مثلا أو أقيم هذا الحكم وبعد ذلك أقتل هل أنا قادر أم عاجز على إقامة هذا الحكم أو تغيير هذا المنكر أنا غيرته ثم بعد ذلك سأقتل هل أنا قادر أم عاجز بعض الناس لو أن إقامتك لهذا الحكم أو تغييرك لهذا المنكر سيؤدي إلى هدم بيوت إلى قتل أنفس إذن ماذا تعني القوة أو القدرة هنا يعني أنا هنا غير قادر حكما حقيقة أنا قادر أن أريق أن أكسر هذه أن أهدم هذه الخمارة أنا قادر لكن ماذا سيحصل بعده وهذا سيقودنا إلى مسألة المآلات التي يقول فالإمام الشاطئ بمآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا يعني أحيانا يكون أصل الفعل مشروعا لكن يمنع لما يؤدي إليه المآلات لها تعلق أيضا بباب سد الدرائع وهذا معروف جدا في الأصول وفي الفقه يعني العمل مشروع لكنه سيفضي إلى حرام أو إلى مفسد يمنعها الشارع ولا يحبها يصبح هذا الفعل ممنوعا لما سيؤدي إليه ليس في ذاته ومن أوضح الأدلة التي يستدل بها العلماء على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره طيب أستاذ سامي أنت الآن تبحث الموضوع من منظور داخل داخل المجتمع الإسلامي قد يترتب أضرار ومفاسد على التحكيم أو إنفاذ حكم شرعي ما هذا في المجتمع المسلم لكن ماذا لو كانت هذه الدولة المسلمة لديها حاضنة لديها رعية تقبل بتطبيق الشريعة بالجملة كلها لكن قد يأتي الضغط من الخارج أو التهديد من الخارج لإسقاط نظام الحكم الإسلامي مثلا هل هذا ينطبق عليه أيضا القدرة والإسطاع ويدخل في مفهوم التمكن وحيازات السلطان هنا؟ من حيث الجملة نعم لكن سنرجع إلى نقطتين أو نقطة ذكرناها من قبل وهي مسلة قرائن الأحوال يعني من قرائن حال هذا النظام أو هذا الحاكم أو هذا الملك أو هذا الرئيس أنا واضح لا ما فيش تدرج ما فيش درجات يعني نحن عندما نقول تدرج معناها في حركة يعني مش قلنا معناها المشي والمرور والمضيء إلى الشيء لكن ليس دفعة واحد معناها أنت أيها النظام الفلاني عندما نراك تتحرك ولكن ببطء والنتيجة قد تكون بعد سنوات حتى يقام هذا الحكم الشرعي هذا تدرج لكن هو جالس بل كل من يسعى في إصلاح داخلي بدون حتى أن يمس يعني عرشه يجد نفسه بين السيف والصوت بين الزنزانة والمشنقة أو التهجير لماذا سأفعل؟ هذه قرائن الأحوال مهمة أستاذ جهاد يعني بعض الناس الآن فعلا ومن حقه أن يخاف يقول لك الآن وأنت تتكلم عن التدرج كلهم يقولون نحن نريد الإسلام ونريد يعني رفعة هذه الأمة وطاعة الله ولكن نحن مكرهون ولكن نحن يعني شيئا فشيئ وين شيئا فشيئا وين الدرجات التي أنت تمشي وين الخطوات لهذا سألتك أنا أستاذ سامي يعني الكثير من الحركات الإسلامية الآن تتدرع أو يعني بقضية أن العالم كله يراقب المسلمين فبالتالي تقدم مشاريع سياسية ربما بعيدة عن روح الشريعة وجوهر الشريعة انطلاقها من قضية مبدأ التدرج نريد أن نسند هذا إلى قضية الشريعة لأنه لدي القليل من الوقت فنريد هذا أن نسنده إلى الشيطات الشريعة والله تعالى أعلم أعتقد أن الغرب أو معظم أقطاب المجتمع الدولي لا يهمها كثيرا ماذا تريد أن تطبق في داخل بلدك إذا هم اكتفوا بمصالح يحققونها معك يعني في علاقاتهم بهذا البلد المسلم يعني مثلا الجدال اللي يصير حوله هل نقول في الدستور يعني الشريعة الإسلامية هي مصدر كل تشريه هذا ربما يجعل الغرب يحاصرون هذا كلام غير صحيح في الدستور الموريتاني الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد وهو أشد يعني صياغة شديدة أكثر من مصدر نعم في الدستور اليمني إذا لم يغير أنا أعرف من قبل أنه كان مصدر الوحيد أريد أن أضيف شيء نحن عندنا في ليبيا الآن الاتفاق السياسي الليبي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة الصياغة التي أقرتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في المبادئ الحاكمة يعني صاغوا ما طالبت به دار الإفتاء حول مسألة الشريعة لم يكن عندهم اعتراض عليها قالوا أن الشريعة السمية هي مصدر التشريعات ويعد باطلا كل ما يخالفها هذه الصياغة التي طالبتها دار الإفتاء ووضعت الحقيقة ولم تكن محل الانتقاد يعني هذه المسألة لكن هنا قد يقول لك قائل المشكلة في أن من يضعونه على من يفسر هذه الشريعة وهذه قضية إشكالية ربما نطرحها في سياق شرعي مستقبلا لكن في القليل من الوقت الذي تبقى لنا ما المجالات التي يطولها التدرج في تطبيق الشريعة هل هذا التدرج مبدأ ينسحب على كل أقسام الشريعة عقيدة وأخلاق وتشريع شريعة من حيث الجملة نعم يعني لا نستطيع أن نقول لا تدرج في تبليغ العقيدة نقصد مش في اعتقادها أنا لا يمكن أن أعتقد جزء وأقول أنا أقبل جزءا من العقيدة ولا أقبل جزءا آخر إلا إذا كنت جاهلا جهلا أعذر بمثله ولكن نقصد بالتدرج في تبليغها أنا ذكرت حديث معاذمة وهو في مسألة عقدية في صلب التوحيد مسألة التوحيد ودخول الجنة أو دخول النار وحق الله على العباد وحق العباد على الله ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تبشرهم فيتكلوا يعني نهاه أن يبلغ هذا لكل من هب ودم أو لكل يعني لكل مسلم في ذلك هذا في تبليغ وليس في التطبيق لا نحن نتكلم في الجانب العقدي الجانب العقدي عادة ما في شيء تطبيق هو التطبيق الوحيد لربما إذا نعتبره التطبيق هو تبليغ هذه العقيدة للناس لكن أنا عندما تصلوا إلى هذه العقيدة يجب أن أعتقدها جملة وعلى الغيب كلها يعني لا أجزئها أنا أقول أقبل هذا ولا أقبل هذا لا يعني إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل ودعاه إلى الإسلام يقول له أنا أصدق باليوم الآخر لكن لا أصدق بالملائكة مثلا هذا لا يقبل أو أنا مثلا أقسم العقيدة إلى قسمين هذا أقبل وهذا لا أقبل هذا لا يمكن والأحكام الأحكام يعني حسب يعني لذلك أنا قلت يعني أن مسألة التدرج ليست شيئا مستحدثا خارج يعني إطار الأصول الشرعية والأحكام الشرعية هي يعني لما تكلمنا عن الدواعي تكلمنا عن مسألة نفرة الناس من الأحكام الشرعية أو يعني تزاحم لم نذكر التاني تزاحم المصالح والمفاسد أو الحسنات والسيئات كما يقول ابن تيمية وهذا يحصل كثيرا عند البعد عن عهد النبوة وعلم السنة أو آثار النبوة أو نور النبوة أو الوحي يكتر في الأزمنة التي يقل فيها العلم ويكتر فيها الجهل يكتر تزاحم المصالح والمفاسد ويحصل هذا يسبب هذا في كثير من الأحيان للأسف فتنا في داخل الأمة لأن هذا العمل الذي فيه مفسدة ومصلحة يأتي طائفة من الناس تأتي طائفة من الناس أو مجموعة تنظر إلى الجانب الحسنات في هذا الأمر وتصر على القيام به وتأتي الأخرى وتنظر إلى الجانب المظلم في هذا الأمر وتصر على عدم القيام به فيحصل التصادم والخلاف والانقسام وهناك من ينظر إلى الأمرين لكن يفتقد القدرة على الموازنة الصحيحة بينهم وهناك من يوازن ويعرف وهذا حاصل كلام لشيخ الإسلام في الفتاوى هناك من يصل إلى الموازنة الصحيحة لكن لا يجد من يعينه عليها فيبقى الأمر نظريا ولا يستطيع أن يطبره فالمقصد أن مسألة التدرج في الأحكام لا نستطيع كما قلنا أن نضعها قاعدة مضطردة نلزم بها الجميع لا أحيانا يمكن القيام بهذا العمل بهذا الأمر الرباني وهذا الأمر الشرعي وليس فيه مفسدة تربو على مفسدة إضاعته يجب القيام به على الأصل لكن إذا كانت هناك مفسدة سترتب على إقامة هذا الحكم أو القيام بهذا العمل فينهى عنه لما سيؤدي إليه من مفسدة أكبر من مفسدة إضاعته حقيقة بقي لنا نتيقة وحية على نهاية هذا البرنامج هل تريد أن تقول شيئا مما لم نسألك عنه تضيف به إلى مضو هذه الحلقة؟ هو في نقول مهمة في هذا الباب مثلا الشاطبي يتكلم عن العمليات يقصد بالجانب العملي التطبيقي ليس النظري يقول وضعت في الشرع على وجه لا تخرج المكلفة إلى مشقة يمل بسببها أو إلى تعطيل عاداته التي يقوم بها صلاح دنيا ثم بعد كلام قال ومن هنا كان نزول القرآن نجوما يعني مفرقا في عشرين سنة ووردت الأحكام التكليفية فيها شيئا فشيئا ولم تنزل دفعة واحدة هنا ذكر مسألة فيها شيء من علم النفس يقول لألا تنفر عنها النفوس دفعة واحدة ثم ذكر قصة عمر بن عبد العزيز مع ولده وقال يعني هذا التدرج يكون أقرب إلى التأنيس الشاطبي يستعمل يقول أقرب إلى التأنيس حين كانت تنزل حكما حكما وجزئية جزئية لأنها إذا نزلت كذلك لم ينزل حكم إلا والذي قبله قد صار عادة يعني النوع من التدريد يعني نزل يعني يعطى المكلف شيئا فشيئا وهذا كما قلنا في كلام ابن الرجاب وفي كلام ابن تيمية وغيرهما من العلماء ليس فقط مسألة تاريخية في تاريخ التشريع ونزول الوحي لا هذا يستفيد منه العالم والداعية والمرب مع التائب وحديث العهد بالإسلام والمسترشد وذكر هذه الألفاظ أيضا شيخ الإسلام يعني فهي فائدة وحكمة في الشريعة يستفيد منها المربي والعالم والمرشد والحاكم أيضا في الجانب يعني على مستوى الدولة وعلى مستوى الفرد أيضا نعم أشكرك شكرا على هذه المشاركة الضافية أستاذ سامي السعدي أعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقة لا يسعوني لأن أشكر ضيفية في الستوديو الأستاذ سامي السعدي عضو مجلس الأمناء بهيئة علماء ليبيا كل الشكر لكم في حراسة الله شكرا